بغية تحسين موقع الجامعات السورية في التصنيفات العالمية جمعية أصدقاء دماشق أقامت محاضرة علمية بعنوان تصنيف الجامعات للعربية والدولية منها والجامعات المحلية ضمن ندوة علمية في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي كفرسوسة بدماشق نحن الحقيقة من مؤسسي الجامعات على مستوى الشرق الأوسط بدكاترتنا وبعلمائنا بمثقفيننا نحن ما منقبل أن نكون بمصاف تصنيف جامعاتنا يكون بالأخير أو أخرجوهم التصنيف هذا الشيء لا يقبل به وغير مقبول ونحن اليوم نضوي على هذا الشيء لحتى نقدر نشوف وينه قد ضعفنا شو الإيجابيات عندنا شو السلبيات عندنا لحتى نقدر نتساعد نحن مع وزارة التعليم العالي مع الحكومة لحتى نسكر هالفجوة اللي صارت ونرجع جامعة دمشق والجامعات السورية لألقى المعروف عالميا الندوة حول التصنيف المستعملة بشكل أكثر شيوعا في العالم أو أكثر التصنيف استعمالا في العالم وهي الحقيقة القاء ضوء على الطريقة التي يتم فيها خلينا نقول تصنيف الجامعات أو ترتيبة وفق مجموعة من المعايير بتختلف من تصنيف لتاني لكن بالحقيقة يلي بهمنا هو أنه نحن نقدر نعكس هذا على واقع تحسين العملية التعليمية يلي بشكل أو بآخر رح رح نعكس إيجابا على تصنيف الجامعة وبكل تأكيد رح يتحسن تصنيفها توصيات نوعية لدعم جامعة دمشق والجامعات السورية وذلك باعتماد استراتيجيات جديدة وخطط عملية تتضمن المعايير الواجب اتباعها للحصول على ترتيب متقدم في ظل بيئة علمية تنافسية كبيرة اشتركوا في القناة